أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي نظام تقييم الأداء والتميز الهندسي الشامل بهدف رفع جودة القطاع الهندسي في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لسكانها النظام يعتمد على تقييم ربع سنوي للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات مستندا إلى معايير الأداء، الخبرة، الجودة والكفاءة الإدارية بالإضافة إلى المقاييس المالية والابتكار والامتثال للقوانين نتائج النظام يتم تصنيفها من نجمة واحدة إلى خمس نجوم وتنشر على موقع الدائرة الإلكترونية مما يساعد الملاكة والمطورين على اختيار الشركات الأكثر كفاءة يهدف هذا النظام المبتكر إلى تعزيز الابتكار والتنفسية في القطاع الهندسي مما يرفع من معدلات الانتاجية والكفاءة التشغيلية ويعزز الشفافية والامتثال للمعايير والنظم للحديث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع نرحب عبر الزوم بالمهندس الحارث أحمد محمد كبير مهندسي ضوابط مزاولة المهن في دائرة البلديات والنقل في أبوظة بمسال خير حياك الله الحارث نور حياكم الله أعطيك العافية حيكو يبديك يا رب بداية النبوة نعرف عن تفاصيل لهذا النظام الآلي اليديد لتقييم الشركات الهندسية في العاصمة أبوظبي تم دراسة الغطاع الهندسي في الإمارة خلال الفترة الماضية نعم وتأكيد أهم التحديات التي تواجه الملاك على مستوى الغطاع الخاص والحكومي نعم في هذا المدان وبعد عمل مقارنات معيارية مع عدة دول مثل الولايات المتحدة وإنقلترا وسينغافورا وغيرها تمكننا من الوصول إلى المعادلة التي نبحث عنها لبناء نظام إلكتروني يعتمد على ربط الأنظمة المختلفة التي تعامل معها المنشآت الهندسية مثل نظم تصنيف المنشآت الهندسية وقيد المهندسين وتراخيص البناء بالإضافة إلى نظم أخرى قيد الدراسة ليتم إضافتها في المستقبل القريب من خلال هذا الموضوع الإلكتروني يقوم النظام بقراءة البيانات اللازمة لإعطاء تقييم موضوع المنشآت الهندسية واستخراج النتاج آليا دون أي تدخل بشري لضمان العدالة والموضوعية في التقييم يعمل النظام على قراءة بيانات المنشآت الهندسية من الأنظمة المرتبطة وتقسيمها لجزئين رئيسيين الجزء الأول يختص ببيانات الأداء الإداري المؤسسي للمنشآت والجزء الثاني يختص ببيانات الأداء الفني للمنشآت في مشاريعها المنفذة حيث يتم تقسيم كل جزء إلى مجموعة من المحاور الفرعية منها كفاءة الإدارة العامة إدارة المشاريع كفاءة الطاقم الفني التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات بالإضافة أيضا لقياس مستوى رضا الملاك عن تنفيذ مشاريعهم في النهاية تكون نتائج التقييم مقسمة إلى خمس فئات تبدأ من الحصول على نجمة وحدة للأقل تقييمة وتنتهي بالحصول على تقييم خمس نجوم للمنشآت المتميزة نعم أستاذ الحارث ما الهدف من نشر اليوم نتائج التقييم على الموقع الإلكتروني لدارة البلديات والنقل التي تكون متاحة للجميع من هذا النشر الهدف أكيد هو تمكين الملاك والمنطورين العقاريين وأصحاب المشاريع من خلال تعزيز الوعي بمستويات الجودة ومعايير الاختيار للإستشاريين والمقاولين اليوم على سبيل المثال عند رغبة أحد المواطنين في بناء منزله فإنه قد يحتار في اختيار الاستشاري أو المقاول من هنا نحث الجميع قبل التعاقد مع أي منشأة هندسية سواء استشاري أو مقاول أن يتأكد من أن هذه المنشأة مصنفة وأن تصنيفها ساري وأن يطلع على التقييم الخاص بها حتى لا يتفاجأ بوجود تحديات غير مأخوذة في الحسبان وكذلك بالنسبة للجهات الحكومية يعني الغطاء الحكومي يعني كل المعلومات واضحة للجميع ولكن السؤال استاذ حارث إذا في حد حصل على تقييم منخف ذكرت أنه من نجمة إلى خمس نجمات ونجمة واحدة هي الأقل تقييم عنده فرصة أنه أن يحسن وضعه مثلا في السنوات اللاحقة وإذا نعم كيف؟ نعم تم مراعاة هذه الجزئية من خلال المحورين أساسيين اللي هما؟ ومن خلال نقاط داعمة المحور الأول هو وضع معايير التقييم بصورة تشجع المنشآت الهندسية على التحسن المستمر على المدى القصير والطويل حيث يتم تقرير تقرير تفصيلي يوضح نتيجة تقييم كل معيار بكل شفافية ويبين نقاط الضعف للعمل على تطويرها بالتالي لأنه من خلال مجموعة بسيطة من الإجراءات يمكن لمنشآت تحسين تقييمها على سبيل المثال لو أن منشآة هندسية لديها ضعف في معيار نسبة الطلبات المرفوضة في نظام تراخيص البناء نعم فإنه من خلال توجيه المنشآة نحو تحسين جودة التقديم ومراعاة متطلبات هذه الخدمة سيؤدي ذلك إلى تقليل نسبة الطلبات المرفوضة وبالتالي رفع درجة تقييم في هذا المعيار على سبيل المثال المحور الثاني هو أن بيانات التقييم يتم قراءتها وقياسها بشكل ربع سنوي مع وضع أوزان أعلى لنتائج آخر ربعين في السنة وذلك لعكس التحسن الذي قد يحدث للمنشآة في التقييم السنوي لها ومن ثم تحقيق مستوى تقييم أعلى إلى جانب ذلك وإلى جانب هذه المحاورة السابقة تقدم الدائرة دعماً مستمراً للمنشآت الهندسية من خلال التدقيق الثاني والمتابعة المستمرة مع الشركات التي ترغب في تحسين تقييمها وتوفير طاقم عمل لتوجيههم ومتابعة التحسن المستمر لهم وأيضاً من خلال نشر أدلة توعوية على موقع الدائرة وإقامة ما لا يقل عن ورشتين شهرياً سيتم من خلالها تثقيف وتوجيه المنشآت وتوضيح كيفية الحصول على نتائج تقييم أفضل وأجراءات تحسين درجات التقييم نعم يعني ما شاء الله عليكم جهود مبذولة كلها ليرفع تقييم الأداء والتمييز الهندسي لكن اليوم السؤال هنا يعني أستاذ الحارث كيف يدعم نظام تقييم الأداء والتمييز الهندسي الجهود التي تبذلها بدورها دائرة البلديات والنقل فكيف تتم هذه العملية طبعاً لا يخفى على الجميع أن الدائرة تسعى إلى تنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني في الإمارة بشكل متكامل ومستدام من خلال تنظيم ومراقبة وحوكمة أعمال البناء والتطوير العمراني وفق أفضل معايير التصميم والبناء والصحة والسلامة والبيئة لذا فقد تم اعتماد معايير التقييم بما يدعم تحقيق هذه الرؤية مثل معايير جودة المخططات جودة التنفيذ رضا الملاك عن تنفيذ المشاريع خبرات الطاغم الفني بالإضافة إلى معايير الصحة والسلامة والابتكار والتمييز وبالتالي فأن تطبيق هذه المعايير من خلال نظام تقييم الأداء والتمييز الهندسي يعزز من جودة الغطاء الهندسي في الإمارة ويحفز القدرة التنافسية بين المنشآت الهندسية ويدعم سعي الدائرة المستمر في تحقيق أهدافها كواكم الله وإن شاء الله كل هذه الجهود مشكورة ومنها الأفضل شكرا لمشاركتك معنا المهندس الحارث أحمد محمد كبير مهندسية ضوابط مزاولة المهن في دائرة البلديات والنقل في أبوظة بيعطيك ألف عافية كل الشكر لك شكرا لك